إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أصدقائي في قناة أحباب الزراعة معكم مهندل شادي توفيق النهاردة هنتكلم عن كنز من كنوز المتواجدة في مصر والوطن العربي العزيز لنبات مظلوم معانا ومش عارفين قيمته ونحارب فيه وهو فيه فوايد كتير لنا سواء كان هذا النبات أخضر أو كان يابس نباتنا اليوم هو نبات الغاب أو البوس في الحقيقة اليوم مش هنتكلم عن كيفية زراعته أو رعايته لأنه أصلا بيطلع بصورة تلقائية إذا توفرت له ظروف نموه الطبعية وموضوعنا النهاردة عن الاستثمار في الأراضي التي يوجد بها البوس بصورة تلقائية أو على حواف البحيرات والترع والبرك والمصارف أو لو عندك طلع في أرض كنت أنت هاملها منذ فترة ولقيته فيها ومش عندك إمكانية أنك تزرع نبات تاني يعني أنت لقيته أمر واقع عندك في أرضك فهنتكلم عن طريقة الاستفادة منه في صناعة الأحلاف أو في الصناعات الخشبية الخفيفة ويبقى أنت حولت نبات كنت بتولع فيه أو بتحربه إلى منتج مفيد أو اقتصادي دعم لك ولدولتك وتأكد أن أي حاجة خلقها ربنا بتكون لها فايدة في الكون ومش لازم تكون الفايدة بطريقة مباشرة بس الأول تعالى نعرف من هو هذا النبات البوس أو الغاب من الفصيلة النجيلية يعني ابن عم القصب والسيل والأرز والرودس ومعظم نباتات الأعلاف النجيلية ودي ميزة كبيرة بتميزه طيب نبات البوس أو القيسوب أو الغاب هو نبات معمر واسمه العلمي فريجميتس واسمه الإنجليزي كومين ريد موطنه الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية ويكثر في المناطق المدارية والمعتادلة والرطبة يصل طوله إلى أربعة أمطار يتكاثر هذا النبات بالريزومات والريزومات دي التي تخرج منها الجزور أو السوق التي تمتد تحت الأرض يعني الجزور بتاعته تمسي تحت الأرض بطريقة أفقية وبتخرج منها نباتات جديدة تمام؟ أو بالبزور يعني هو بينتج بزور برده يعني بينتج عن قد من البزور من إبريل إلى أكتوبر طيب تكاثره سهل زي ما انتوا شفتوا لكن داعيب مش ميزة برده يعني ممكن يكون ميزة وعيف في نفس الوقت الميزة ان انا ممكن استفيد من الكميات الكبيرة اللي بتنتج من هذا البوس تمام؟ لكن العيب انه لو طلع في أرض الأرض دي مخطط لها ان انت عايز تزرع حاجة تانية بعد كده مش هتعرف تشيله بسهولة تمام؟ يعني زلته هتبقى صعبة شوية اي محصول هتيجي تزرعها بعد كده حيضايقك فاحنا يعني ايه بنوجه للناس اللي هي عايزة تستثمر فيه اه لو هو انت الارض عندك مهملة ومعندكش امكانية ان انت تستصلحها او اه عندك مثلا ملوحة في الارض لان انا هقولك هو بيستحمل ملوحة مية دي او ان انت مثلا عندك مكان تقدر تحصد منه هذا النبات بطريقة سهلة وشبه مجانية فدي يبقى الاستثمار في الحالة دي لكن انت لو عندك ارض متنوعة المحاصيل وتابع دورة زراعية او كل موسم بتعمل انتاج مختلف سواء مثلا قمح برسيم زراف والسوية فانت حاول ايه تبعد عنه لانه لو عندك في الارض ومش يطلع منها بسهولة الا بمعاملات معقدة وايضا كي ينتشر بارض ما يجب ان تتوفر فيها الرطوبة الارضية او منسوب ماء يجاو فيه قريب وهان منبوس ايضا فيه مياه مالحة تصل الى عشر تلاف جزء في المليون لذا هو من ضمن المشاريع المفيدة للاراضي التي يعتقد انها اراضيها بور ولا يوجد امل من الاستفادة منها على مستوى الفرد او الدولة لذلك انا بقولك البوس ده برضو من ضمن المشاريع الحكومية الجيدة انه ممكن تستفيد منها الدولة تروح على بخيرات او ملاحات او برك كبيرة او على حواف الترع والمصارف وتروح جاية حصدا وتعمل منه المنتجات اللي احنا هنتكلم عليها الان طيب بشرط بقى ان احنا اتفقنا ان تتوفر الرطوبة الارضية ولا يضر الارتفاع الاملاح فيتكسر معاك بطريقة سهلة ومباشرة طب هتعرف ازاي مسلا الارض تبقى رطوبتك ويسا يمكن تمسك التربة في ايدك تفرول وتعرق معاك في ايدك تبقى هي دي الارض منسوب المية بتاعها قريب او منسوب الجو فيها قريب لها وممكن يعيش في منسوب مية فوق التربة بخمسين سنتي بس بشرط تكون المية مستقرة تمام؟ يعني مش جارية بطريقة تعمل امواج او تكون فيها عملية جرفة او كده وممكن انت بقى انت لو كمثلا مستثمر صغير مثلا او كده تقدر تتعاقد مع مورد يجمع ذلك النبات من على حواف الترع والمصارف وانت او انت ممكن تعمل المشروع ده انك تروح تطهر الاراضي من البوس مقابل حصاده يعني تروح تطهر تروح انت تطهرها مقابل ان انت تاخد المحصول بتاع البوس ده او ان انت تتعاقد مقاول حكومي ان انت تروح تحش البوس ده تمام؟ طيب كيفية الاستفادة من نبات البوس بصفة عامة اولا الاستفادة من نبات البوس او الغاب كعلف اغلب الاستفادة من نبات البوس لو اخضر هو استخدامه كعلف حيواني بس بشرط ان يتم حشه في عمر صغير قبل ان ييبس ويجف يعني تحشه على الاطوال التي لا تزيد عن متر الى متر وعشرين سنتيمتر ويكون جديد الانبات وليس ينبت من جزوع شيخة او قديمة وعلى فكرة بيعطي زهور وحبوب ايضا في هذه الاطوال الصغيرة وقيمتها الغذائية عالية يعني حبوب شبه كده حبوب نبات الدخن الهندي والبوس بيعطي مجموع خضري كسيف طوال العام طيب هو مفيد على كده اه والله مفيد تعالى نشوف تحليل المعامل لنبات البوس الاخضر الورع بتاعه هو الجزوع تمام لما بيضحنوه يحتوي البوس الاخضر على 45% مواد غذائية مهدومة منها 12% بروتين خام و 33% كربوهايدرات والباقي مقسم الى 30% مادة جفة و 25% الياف خام كما يحتوي على الفيتامينات والاملاح والعناصر مثل فيتامين اي و بي و سي و عندك عناصر كثيرة مثل الكالسيوم و المغنيسيوم و الفسفور و سعرات حرارية لوجود جزئات السكر و النشا و الدهون و اثبتت الابحاث و التجارب العملية ان الغاب الاخضر كي يكون بصورة كاملة من حيث العلف للتسمين او للبقر الحلاب يطم طحنه كسلاج يعني هستخدمه كسلاج و يخلط بعد ذلك مع خلطة من بعض مكونات علافية اخرى مثل الردة او الزرة او كسب السوية طب النسب تبقى ايه؟ طيب احنا عايزين نوفر بوس ده او الغاب انا هيوفى لي الاعلاف ايوة يا سيدي انت هتاخد 60% سلاج تمام من نبات البوس و 20% هتخط ردة و 10% من الزرة المتشوش و 10% من كسب السوية يعني انت 60% من العلف بتاعك حيكون شبه مجاني و عندها حيكون عندك اقوى و انظف و ارخص علف ممكن تستخدمه في التسمين للمواشي والاغنام وايضا هذه الخلطة بتكون مضرة ايضا للحليب لاناس المشي يعني بتعطي حليب وافر باذن الله و عن طريقة صنع سلاج البوس بنقوم بحش الفروع الخضراء الحديثة و ذات الاوراق الطرية و على اقل لا تزيد المادة الجافة فيها عن 40% الاطوال بتبقى حوالي من متر المتر و 20% وتمسك الورقة يعني تتيجي معاك في ايدك كده ارتوبة بترعت ارتوبة ايه في ايدك كأنها بتتحصر دي تبقى نسبتها المادة الجافة فيها مش هتزيد عن 40% ثم نقوم بتحنها في الفرامة الخاصة بذلك و عمل حفرة ارضياتها لا يوجد بها مياه جوفية وبها صف من الطوب الابيض المرصوص بوضع متبعد والطوب الابيض مهم لتسريب الرطوبة طيب الرطوبة اللي هي موجودة فيه النبات نفسه اللي حنعمله سيلاج يتم وضع الهريس في الحفرة ثم يضاف 2% من حجم المخلوط ملاس مزاب بالمياه و على مراحل أثناء الدفن ثم 1% كربونات كالسوم لان لها لها فايدة في التفاعل ولها فايدة على سهولة الهضم مستقبلا للحيوانات ويتم تغطيته وقمره لمدة خمسين يوم بالتمام ثم يتم اخراج الجزء المراد الاطعام به وخلطه بالمكونات السالفة الزكر اللي انا ذكرتها لك اللي هي وعشرة في المية وعشرة في المية وعشرة في المية وان شاء الله هتكون النتيجة جيدة لعلف الأبكار والجموس والأغنام بصفة مباشرة سواء تسمين او حلاب وخد بالك ملاحظة مهمة وخد بالك منها ان الأبكار والخراف أقل من ست شهور لا يتم اطعامهم السلاج لكن بعد ذلك يتم ادخاله تدريجيا ورويدا رويدا مع الأعلاف بشكل كامل تمام على نفس التضريبة او نفس النسب اللي احنا ذكرناها سابقا تاني استفادة انا هستفدها من نبات الغاب او البوس وهو تصنيع الأخشاب من البوس هنا بيكون المستخدم البوس الذي اصبح متخشب ومتيبس وعد عليه سنتين على الاقل من النمو وحتلاقي البوسة ما شاء الله من ثلاثة الى أربعة متر طبعا لا نمكن انه في صناعات قديمة تراثية يدوية بتعتمد على البوس وبتعمل منها أشكال فنية وجميلة ولازالت حتى الآن ومعظم الدول بتطورها وبترعيها وبتحاول انها تحافظ على التراث ده هي والأعمال التي تنتج من جريد النخل أيضا من هذه الأعمال هي صنع الحصر والأقفاص والشنط والأسقف والكياب والأسوار والبرديات لكن الحقيقة احنا جايين نتكلم عن صناعات أشمل وذات عائد اقتصادي أخوة تمام وهي تصنيع الخشب المضغوط من البوس أو ما يسمى بالخشب الام دي اف البوس لما يتحول لونه الى الأصفر ويزداد النسيج صلابة ولا يصلح للاستخدامه كعلف فبيتم حصاده غالبا بيكون في البوس اللي عد عليه سنتين أو أكثر أول مرحلة في التصنيع هنجيب محصول البوس الجاف لازم يكون جاف بيكون لونه بيكون أصفر إلى بني محروق ويتم طحنه ويصبح مثل نشارة الخشب الناعمة بس تكون أخشا درجة في النعومة يعني ما تكونش نعمة زي مثلا الرملة بتاعت اللياسة أطخن شوية أو أسمك شوية يعني النشارة تكون مثل حبة الأرز مثلا ندخل على المرحلة الثانية اللي هي بعد الطحن هي الخلط وهنا يتم خلط مطحوم البوس مع الغراء الأبيض الحراري نوع من الغراء اسمه الغراء الأبيض الحراري وفي نوع في السوق اسمه اللي هو بيستخدم في الخلط مع مفروم البوس وده متوفر جدا في كل شركات الكيميائيات بتكون النسبة عشرة كيلو جرام غراء مع خمسة وعشرين كيلو جرام من نشارة البوس طيب ازاي بخلط الغراء مع المصلب طبعا كل مثلا لتر غراء بيبقى معها نسبة مصلب معينة بتخلطها معها يضاف الى الخلاطة التي بها النشارة ثم نأتي الى المرحلة الثالثة بعد الخلط جيدا ومحاول ان انا مطولش يكون مضبط المكن بتاعه بحيث ان هو يخلط خلطا جيدا لان خلاص الغراء تحط خش على المرحلة الثالثة وهي كابس الحراء لينتج لوح الخشب والاسطنبا هنا بالماكينة بيكون بها مقاسات وسمك حسب طلب تجار الجملة سمك واحد صمتي او اتنين او ازياد او اقل ندخل على المرحلة الرابعة وهي الغلاف الديكوري وده بيكون بلزق غشاء فورمايكا على لوح الام دي اف حسب طلبات واحتياجات السوق بس لازم اللزق يكون على الحار وفي نفس المكبس اللي انت بتكبس به نتوارا بيكون خاصية اضافة لوح الفورمايكا او الديكوري دي موجودة تيجي بعد كده المرحلة الخمسة والاخيرة وهي التبريد المفاجئ كي تتيبس المكونات سريعا ولا تتفكك ويكفي ان اقولك ان المتر المربع من البوس اليابس الذي ارتفاعه فوق التلاتة متر وبعد الخلط بيعطي نصف متر مربع من لوح الام دي اف لسمك حوالي تلاتة سنتي يعني لو حصدت الف متر مربع بوس يابس ناضج اصفر ويكون معاك خمسمائة متر مربع من الواح الخشب المضغوط الام دي اف المكان طبعا لهذه المراحل متوفر جدا وفي كل المكان بمصر وبالوطن العربي وموجود ايضا على المتاجر الالكترونية وممكن تجمعه مش لازم تشتري خط انتاج متتالي وهيوقف عليك اوفر وارخص الجميل في المشروع ده انك هتستفيد من نبتة البوس القديم ونبتة البوس الحديث ده علف اللي بالنسبة للحديث مثلا اللي هو الاخضر علف كسلاج وده اللي هو القديم المتيبس بتستخدمه كخشب مضغوط وزي ما قلنا ممكن تتفق مع مورد يقوم بجمع البوس لك لأي اغراض بجمع البوس لك لأي غرض من الاغراض او انت تكون المورد نفسه لمصانع الاعلاف والاخشاب لو منطقتك تعج بهذه النباتات ويريد البعض الزراع تخلص منها او انت تكون مقاول حكومي حتى لو من باطن لتطهير الترع والبحيرات وتعملك مخزن للتوريد او للتصنية وربنا يوفقكم جميعا لما فيه الخير ان شاء الله والدراسات الجدوى والاستفسارات رسلونا على الايميل وان شاء الله نحاول نوفرها لكم كان معكم مهندس شاري توفيق من قناة احباب الزراع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته